بداية هناك حديث بين الأوساط السياسية يقول إن خلافات كبيرة بدأت تبرز بين قوى الإطار والسيد السوداني مع الحديث عن انتخابات مبكرة ما حقيقة ذلك؟ شكرا جزيلا تحية طيبة لجنابك الكريم ولمشاهدين الأعزاء لن تكن بجديدة على الإطار التنسيقي أن ينفذ مرة ثانية ما سعى إليه ولكن أن السعي هذا ما بين أطراف الإطار هو جاء بولادة الصدفة باعتبار أن هؤلاء كلهم يقفون بالخصوم أمام السيد مقتدى الصدر وغير راغبين بتشكيلة حكومة الصلاح فالتقوا على ألاتهم لكن سرعان ما نفذ الغبار عن معركة الآن غير معلنة بين أطراف الإطار ما بين المالكي من جهة وما بين السوداني من جهة أخرى باعتبار أن كما قلنا سابقا المالكي لا يروق له أن يراه في الإطار إلا أن يرى المالكي فقط نعم مع أن كثيرين يشككون في إمكانية الاقتراع المبكر إلا أن التلويح به قد يكون ورقة ضغطة على السوداني في سياق حرب ناعمة؟ بلا شك يستخدمونها أطراف الإطار لا سيما جناح المالكي ومن تبعه على الأقل التلويح بنوع من أنواع القوة وهو الدعوة إلى الانتخابات المبكرة لإضعاف قد يكون السوداني فيهم وذاهب باتجاه انتخابات أخرى ربما هو الآخر قد يحصد على أصوات ربما تبعد المالكي وأطراف أخرى في الإطار التنسيقي نعم أنت ذكرت بإجابتك الأولى أن هذلك ليس بجديد عن الوضع ما المختلف هذه المرة؟ أفواً بس إعادة الفقرة ثانية ما المختلف هذه المرة في هذا الصراع؟ يعني حقيقة أنت تعرفين أنه الإطار التنسيقي عبارة عن توافقات دولية ثم توافقات حزبية وبالنتيجة يذهبون إلى تشكيل حكومة لكن سرعان ما تنفك هذه العلاقات سواء كانت الخارجية أو الداخلية والحزبية كذلك اليوم ما أتصور أنه سيعاد الإطار مرة أخرى بهمته السابقة في الانتخابات القادمة أو حتى لا يتمكن أن الوصول إلى ما وصل إليه الآن باحتبارهم أطراف يتفقون على تشكيل الحكومة ويتفقون على مغالم حزبية هنا وهناك لا تهمهم مصلحة اسمها مصلحة الوطن أو الإرادة الوطنية التي يترقبها الجمهور بين الحين والآخر من حكومة كل كان يعول على أن تكون حكومة الإطار هذه المرة هي الأخرى قد تخرج بهم من الأزمات لكن للأسف دخلنا في أزمات أخيرة كان آخرها شبكة التجسس التي ظهرت من مبنى أو من عقر داخل مجلس الوزراء ومن نتيجة هذه كلها هي إسقاط هيبة لحكومة العراق وسمعة العراق الدولية هناك مصادر دكتور فتاح تحدثت لصحف عربية أن السيد المالكي يعمل الآن على صياغة قانون جديد للانتخابات وبالاشتراك مع ساسة الكرد والسنة ما حقيقة ذلك؟ يعني للأسف أنا أنتقد المالكي بين الحين والآخر يذهب إلى قوانين تصب حزبيا ومصلحيا وليس وطنيا يعني دائما يبحث عما يطمح له هو أو حزبة أو كثلته أكثر مما يذهب إلى قوانين تمس الوطن تعطيه تمثيل حقيقي للشعب العراقي وبالنتيجة يبحث عن حلفاء لتأكيد ما يريد أنا أشوف أنه القوانين يجب أن تخرج من مجلس النواب أن تمثل تمثيلا حقيقيا للشعب العراقي وإرادة المواطن العراقي وبالنتيجة تحقق لنا ما يطمح إليه المواطن العراقي على الأقل كتل كبيرة داخل مجلس النواب تشكل أغلبية تتمكن أن تشارك بحكومة أريحية وتشكل حكومة أصلاعية وبالنتيجة لاحظ هناك قوة في الحكومتين التنفيذية والتشريعية لكن نذهب باتجاه قوانين هنا وهناك على حساب أنه يراعي فيها مصلحة جمهور الحزبي أو كيف يحافظ على مقاعده هذا كلام حقيقة يحتاج إلى وقفة وإعادة نظر ما صحة الأنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء والسيد الصدر يعني أنا شخصيا لا أجزم بالموافقة ولا بالرفض لكن أقول وهذا رأيي أنه السيد مقتدى الصدر أدواته القادمة جديدة كلها لا يعتمد لا على السوداني ولا على المالكي والحكومة الإصلاحية الجديدة القادمة لزاما عليها أن تأتي بناس غير مجربين باعتبار المجرب قد وقع في ملفات ووقع في مشكلة الفساد إن لم يكن فاسدا فهو ساكت عن الفساد وبالنتيجة هكذا ناس أو هكذا شخصيات وهكذا قادة لا يمكن أن يعاد تدويرهم مرة أخرى أمام الجمهور العراقي وأمام الجمهور الصدري الذي دفع الثمن أزاء تشكيل حكومة إصلاحية الحكومة الإصلاحية والبرنامج الذي سيعتمده السيد مقتدى الصدر والرموز ستكون مفاجئة وجديدة أمام أبناء الشعب العراقي نعم دكتور فتح إذن في ظل هذه المعطيات إلى أين تتجه العملية السياسية؟ تتجه أزاء طريقين لا ثالث لهم أما لا سامح الله الإنهيار والدخول في أزمة جديدة والعودة إلى المربع ما قبل المربع السابق أو الذهاب إلى تشكيل حكومة إصلاح وطنية تكون محترمة وذات هيبة وذات سيادة واستقلال من قبل كل دول جوار العراق والعالم اليوم نحتاج إلى حكومة حقيقية تمثل إرادة المواطن العراقي تساهم في استقلال العراق وإبعاد أطراف التدخل الشرقي والغربي وهذا ما يطمح إليه سماحة سيد مقتدى الصدر في مشروعه الأصلاحي هل يفكر التيار الصدري بالعودة الجدية للعملية السياسية؟ إلى شك التيار لا يبتعد عن العملية السياسية لكن عليه كما قال سماحة السيد يقول أن العملية السياسية ليست قائمة لكن علينا أن نجد حكومة وطنية تعطي الصورة الأمثل للعملية السياسية في العراق وإلا لماذا تحسب علينا انتخابات ديمقراطية وهتدخل دول جوار العراق ودول أخرى في تشكيل الحكومة وتشاهدين ليس لدينا حكومة منتخبة إلا حكومة واحدة في سنة 2006-2010 فاز فيها المالك رئيس وزراء والبقية ما كعدنا رئيس وزراء فائز في انتخابات كلها تعيين واتفاق وهذا مرفوض جملة وتفصيلة الكتلة الفائزة والكتلة الكبيرة التي ستحقق تحالفات جيدة وبأريحية هي التي تأتي برئيس وزراء على أن يكون رئيس وزراء عراقي يمثل الإرادة العراقية للأجندة الخارجية نعم إذن السياسي والأكاديمي الدكتور فتاح الشيخ كنت معي من بغداد شكرا جزيلا لك